عايزين مسقعة صحية وموفرة واقتصادية وتنفع للضايت وبتلات معالي زيت بس وطعمها حلوة جدا بتركات اول مرة تشوفوها وتحدي اول حاجة هجيب البتنجان وهقشره بالشكل ده هسيب جزء من الاشري فيه وقطعه كمان بالشكل ده هقطعه مكعبات زي ما انتو شايفين وبعد كده احطه في مصفى واحط عليه معلية ملح وقلبه واسيبه ينزل المية بتاعته لو عندي طاصة مش بتلزق هدهنها بنقطة زيت بس طب لو ما عنديش حلة مش بتلزق ممكن ازود نص كباية مية وعليها معلاص غير ملح وكأني بسلق البتنجان وعلى فكرة هيبقى طعمه حلو جدا وطبعا هغطي الحلة وكل شوية قلب البتنجان لحد ما تأكد المستوى نيجي بها للبطاطس البطاطس هاقطعها مكعبات وانزل عليها بالمية وكمان معلقة ملح واسيب البطاطس تستوي نص سوى وصف البطاطس وبعد كده انزلها في اقل كمية من الزيت هنا بقى هنزل ببصلة مبشورة في معلقة زيت وابدأ اقلبها كويس لحد ما البصلة تصفر وهنا تركة حلوة قوي انزل بمعلقة صغيرة سكر على البصل عشان اكرمله والتركة دي هتودي المساقعة بحتة تانية خالص هنا بقى اقلب البصل لحد ما يتكرمل هسيب جزء صغير من البصل عشان الصلصة واشيل الجزء الاطبر وهقولكو هنعمل بي ايه ودي اهم تركة وبعد ما البصل اللي يصفر انزل بفصين من التوم معطعين او مبشورين ولما التوم يصفر انزل عليه بعصير طماطم على البصل والتوم وانزل كمان بالملح والفلفل وبعد كده الكمون والكزبرة وممكن شطل اللي بيحب الشطة نحط على الصلصة الفلفل الاخضر الرومي وممكن كمان فلفل حار لو حبين وبعد ما الصلصة تتسبك احط البتنجان والبطاطس وانزل عليهم بالبصل المكرمي اللي هيودي المسقعة بحتة تانية خالص قلب كويس جدا ودي تبقى احلى مسقعة وطعمها طحفة ما حدش يحكم عليها غير لما يجربها جربوها وقولولي طلع طعمها عامل ازاي انا متأكدة انها هتعجبكم لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك وشير للفيديو ومتابعة واشتراك لو اول مرة تشوفوني